في بعض الناس اليوم بعدها بتنتظر على حافة الهاوية انه قد يتعرقل شيء ما بآخر لحظات وبنرجع لنقطة الصفر وهيك ما بنكون نحن قدمنا ولا شيء وهي دا سبب من الأسباب اللي عم بيخلي الحكومة تتأخر يعني قبل ما نبلش نرجع نسأل عن الحكومة نكون من الأول هيك باعتقادي أنا انه من أول يوم بعد الانتخابات قرار تأليف الحكومة كان مرتبط بقرار الترسيم بأي معنى استاذ غصان؟ بمعنى انه اذا ما في ترسيم البلد بيكون رايح على فراغين اذا ما في ترسيم بنكون البلد رايح على منعطف آخر ما في هدوء وما في مستقبل أفضل للبلد وممكن يكون في تغيرات في مكان ما فالأفضل أن يكون هناك فراغين الفراغين يولدون الفوضى والفوضى بتمشي مع عدم الترسيم وعدم الوصول إلى حل بالمنطقة كلية فمن الأساس أنا من بعض الانتخابات بأول مقابلة طلعت فيها ربطت موضوع الحكومي بموضوع الترسيم باعتقادي أنا إذا نحنا قطعنا الثواني الأخيرة لأنه بطلت الربع ساعة الأخيرة نحنا صرنا بالنهايات يعني نحنا سلمنا الورقة النهائية اللي عليها بعض الملاحظات باعتقادي أنه هذه الملاحظات ما بتوقف اتفاق ما بتوقف اتفاق بهذا المعنى أنه لا أهمية ولكن ما بتوقف اتفاق باعتقادي أنه الطرف الآخر سيسلم أيضا ورقته الخطية غدا وباعتقادي أنه الكل رايح بجو إيجابي داخليا وخارجيا وإقليميا إلا بعض ما يتمنون الشر للبنان اللي بعضهم عم بيجربوا على القليلة يأجلوا الموعد من أنه يكون في الأسبوع القادم أنه يكون في الشهر القادم مثلا بعد انتهاء وليت الرئيسة محاولة البعض تشبه بالظبط عودة هيك بـ 15 سنة 18 سنة العمر يمر بسرعة بـ 2005 2005 كان خلص القرار اتخذ خروج الجيش السوري من لبنان أصبح واقع عودة الرئيس عون أصبحت موجودة وحسية لمسنا طيران على فرنسا من عدد من المسؤولين يتمنوا على الدولة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين تأجيل عودة الرئيس عون شهر ما بعد الانتخابات نفس الموضوع مثل المسي اليوم في بعض الأشخاص اليوم عندهم حرام عندهم مرض ما بيعرفوا أنه الأمور تخططهم وخلاص يعتدي أنه بعده هو قادر يأجل ما بيعرف أنه هو أصلا استعمل لفترة معينة من الزمن بعدين بس تمشي الاتفاق الكبير هو ما له دور يعني لا بيقدم ولا بيأخر حتى بالتوقيت ما حدا بيسمع منه لو طلب يغير ساعة من التوقيت المحدد ما حدا لحي ردي عليه فأنا بيعتهدي أنه اليوم لأ نحنا أصبحنا في النهيات مفروض خلال عطلة نهيات الأسبوع يكون تقريبا الجو كله أصبح واضح أكثر فأكثر وأسبوع الجاي مفروض نكون عيننا موعد للتوقيع بالنقورة فتحت لنا كتير بويب بس بدي ضل بالترسيم قبل ما ننقل على الحكومة لأنه مرتبطين مثل ما حضرتك ذكرت لما نحكي عن أطراف هني زيتهم بالألفين وخمسة حيوالوي أجله عودة العماد عون إلى لبنان من بعد 15 سنة بفرنسا هني زيتهم هالأطراف اليوم أو ما يعرف بقوة 14 أدار عم بتحاول كانت تتأخر كمان الترسيم إلى ما بعد نهاية ولاية الرئيس عون؟ هي قوة 14 دمار مش 14 أدار لأنه هي نفسها هذه القوة هي من دمرت لبنان على مدار 15 سنة بحرب أهلية وفتن داخلية سببت ما سببته من مقاسي لللبنانيين وللبنان هي نفسها اللي ضامنت مع بعضها تتسقط الشرعية ببعبدها بالـ 88 هي نفسها من حاولت تأجيل عودة الرئيس عون هي نفسها من تمسكت ببقاء الجيش السوري حتى آخر لحظة ولم تسأل عن أي استقلال للبنان هي نفسها دعمت الإسرائيلي بحرب تموز يعني هذا 14 دمار كانوا موجودين مجتمعين مع بعضهم لأزية اللبنانيين والشعب اللبنانيين هي نفسها اللي اليوم مدت إيدها على المال العام هي نفسها اللي مدت إيدها على أموال المودعين يعني هذا المشكلة الكبيرة موجودة ومحاولة اللي جربنا نعملها على مدار كل هيد سنين هي نوقف وما نخليهم يكفوا بنفس العقلية اللي كانت ماشي فيها البلد وقدرنا سبتنا أمن بمكان ما وقدرنا وقفنا سرقات بمكان ما وقدرنا أظهرنا الحقيقة أمام الناس أنه شو صار بوضيعهم شو صار بالمال العام نطرين نتائج تحقيق أصبح أمر واقع موجود على الأرض درنا فرضنا لبنان كدورة نفطية هي تديق الجينية اليوم مفروض نحن أسبوع القادم الشركة تسلم التقرير الأول لأنجزته اللي في بعض الأمور أصبحت شبه واضحة يعني بالدلائل أنه بالأرقام ببعض الوزارات وبعض الأماكن كيف كانت عم تنصرف المصاري يعني في عدة أمور من خلال تدقيقة بحسابات مصرف لبنان فقط من خلال الأوراق اللي قدرت استلامتها لحتى الساعة يعني هيدا التقرير الأول اللي هي كانت وعدة أنه تسلمه بعد 12 أسبوع بعد قد صار الموعد ضمن المهلة فاليوم إيه نحنا مرأنا بأيام عصيبة أنا باعتقادي أنه مع المرحلة المقبلة سنطوي صفحة من تاريخ مأساوي بلبنان وسنذهب إلى صفحة جديدة بتشبه إذا بدك اللي صار بوقتها التسعين طوينا صفحة الحرب وفتحنا صفحة الفساد الفرق اليوم أنه حنطوي صفحة الفساد ونفتح صفحة مستقبل لبنان الجديد عنوان كتير كبير استسغلصان بوقتها حتى نطوي صفحة الحرب البعض يمكن ما تزبط يمكن إطلع أنه أنا كنت عم بتهيألي بس أنا بما أعلم وبعض التحليل وبعض قراءة التاريخ نحنا أمام منعطف كبير للبنان إما أنه نأخذ فيه المفرق الصحيح ونذهب لمستقبل جديد للبنان فيه واقع حقيقي لنهوض اقتصادي مش كذبة طرف غير واقعي وأما أن نذهب إلى المجهول يعني إذا ما رحنا على اتفاق ترسيم واضح المعالم مثل ما هو اليوم مع كل الملاحظات بيبني مرحلة طويلة للأمام ينهض فيها اقتصاد البنان من خلال نفط والغاز إذا ما رحنا لحكومة أصيلة تتمتع بكل الدور الطبيعي لتنفيذ ما تبقى بعد غياب انتهاء ولاية الرئيس إذا ما رحنا من بعدها بدك تسميه مؤتمر فينا نسميه مؤتمر بدك تسميه لقاء نقدر نعدل بعض الأمور والثغرات اللي بيّنت بنظامنا على مدار 33 سنة الماضية وبذات الوقت نفرض من خلال بعض الدول الصديقة على بعض اللبنانيين تنفيذ بعض الأمور الواردة بإتفاق الطيف والتي لم تنفذ حتى الساعة عم تحكي عن ما يحكي عنه بمؤتمر تأسيسي أو مؤتمر لتطوير النظام بالأمس كان فيه معلومات ليفتي على سبوتنيك أنه سويسرا تقترح أن يكون هناك حوار بين زعماء اللبنانيين والأطراف اللبنانيين من أجل هذا الأمر أنا قلت هيدا الكلام على إزاعة الزميلة لإلكن المنار من أكتر من عشرين يوم قلتوا مع تلفزيون لبنان مع وليد عبود من عشر تيام وقلتوا مبارح قبل بنص ساعة بلقاء على السوشال ميديا وبوقت بعد نص ساعة طلعوا قالوا أنه طلع هيدا الخبر أنا هيدا رأيي وهيدا معلوماتي بسويسرا؟ لا أنا باعتقدي أنه قد يكون بفرنسا سيكتبوتينة يعني قد يكون بفرنسا ولكن في عدة أطراف اليوم عم تطرح هذا الموضوع من بيناتها سويسرا من بيناتها فرنسا من بيناتها دول عربية مصر قطر يعني في أكتر من حدا عم يطرح أنه لازم نلاقي حل والمستقبل لبنان ما بقى يسمح للتكرار ما حدث بالثلاثين سنة الماضية والوجوه التقليدية يبدأ تغير عملها طريقة أداءة وإلا ما فيها تكمل بالمرحلة القادمة وقد يكون هناك وجوه جديدة كمان زكية وأقل فسادا بس هيدا يقتضي أنه نحنا نروح على هيدا المؤتمر بوقت كتير قريب ممكن بعد ما نكون دخلنا الفراغ الرئاسي اللي صار تقريبا محسوم على ما يبدو شوفي سجلة عندك هيدا المعادلة حكومي بعد الاتفاق ترسيم رئيس بعد المؤتمر يعني العماد عون سيكون آخر رئيس للجمهورية بنظام الطائف كما هو حاليا لح يكتب تاريخ أشياء كتير عن العماد عون ويوصل من الـ 88 للـ 2022 بمرحلة كتير فيها تفاصيل نهاية عهد العماد عون ستفتح الباب للجمهورية التالتي لا نترك أنا برأيي الكتب تكتب هذا الرجل العظيم قديش قدر أدم للبنان وقديش وقف مخططات بوجه لبنان وقدي عطى للبنان شوفي بهيدي الـ 6 سنين اللي كثير من الناس يعتقد بأنه من وين عهد قوي من وين بي الكل من وين رئيس بقلك بس بصورة سريعة بصورة سريعة إعادة توازن مكونات لبنانية غابة عن الحضور لأكتر من 20 سنين من 20 سنين قبل ما يجي الرئيس عون ويفرض معادلة توازن الجديدة كان فيه غياب لمكون كامل عن كل شيء بالدولة هيدا ما فيه يعملها شخص منه قوي قانون انتخابات قدر رجع عدالة تمثيل بعدد كثير من الأقضية كان غيب عنا عدالة التمثيل للأقليات بأماكن كتير رجع حرك التعايش بالأقضية فيه فرق كتير كبير بين اللي هجرني من الشوف وبين اللي رجع عملني نايب بالشوف شوف المعايدة للحلوة فيه بالزمانات حدا هجرني من ضيعته حطني بمكان آخر اليوم فيه شخص اجي أعادني على منطق تينيب عن هذه المنطقة أمثلها وأمثل ناسا لا أسبب حضور ناسا بهذه المنطقة فهذا الرجل هو القوي اللي بيقدر هيك يعمل بعد كل محاولات تغيبنا عن مناطقنا رجعي لمشروع تدمير لبنان بعدد كبير من السمصرة والمشاريع الوهمية والفساد وكل شيء درنا حدينا منه ووقفناه وعم نجي نقول سنحاسب أو سيعلم الجميع منهم الفاسدين اللي ارتكبوا كل هذا بالشعب اللبناني وبأموال الدولة اللبنانية وبالهبات اللي كانت تجي من بره كله هذا الرجل قوي يقدر يواجه كل هذه المنظومة ويروح معهم بهذا التدقيق الجنائي اللي هالقد قوي اليوم إرهاب ضرب المنطقة كلية من العراق إلى سوريا إلى عدد كثير من الدول المجاورة شفناه كيف اندحر على الحدود اللبنانية شفنا هذا الرجل القوي والرئيس القوي كيف نزل على غرفة العمليات وأدار عملية فجر الجرود لو كان ما عمل هذا الشيء كان ممكن تتضعض على القوى وكما نكون كلنا متكتلين لنروح نقدر نحارب هيدا الإرهاب وهيدا الشيء الأول اللي عمله ما دخل لبنان بفتن داخلية وترك استقرار أمني بلبنان هيدا مش قوة عظيمة عند هيدا الرجل تعمل هيدا الشيء كلياته نختم إذا بدك بالآخر وبنقول بعد أكثر من سبعين سنة من ما وصل إليه المهندس في ذلك الزمان بالخمسينيات إذا مرني غلطان غسان أنصو ليقول أنه لبنان هو بلد نفطي يا جماعة حرام نظلنا شحادين قالوا له وتحدث عن البر طبعا ولا زالت المكان اللي هو اكتشف فيه مصون حتى الساعة موجود ولكن للأسف الشر قال له أصمت لأنه اليوم مش لازم نحكي لأنه بيزعله مننا بعض الدول بطلو يعطونا من محاسنهم وبطلو يعطونا شوية هبات ومساعدات تنسرق جزء كبير مننا من أمام الشعب اللبناني للأسف سكتنا على مدار كل هذه السنين لأنه ما قدر يجي حدا يمكن بفترة من الفترات الرئيس كميل شمعون حكي بهذا الموضوع قامت ثورة 58 بوقت هيدا اللي بدي أقوله يعني بالثلاث مرات اللي نحكى فيها عمليا 58 السبعينات على أيام الرئيس سلامين الفرنجية وبعهد الرئيس عون يلي مضت على أيام والمرسيم ولعت ثورات وشفنا 17 تشين عنا صح فنحنا اليوم أمام رجل عظيم قوي قدر حقق كل هذه الأمور اللي ما قدر حققها حدا قبله ما فينا إلا ما نرفع القبعة ونقول له شكرا وفخامة الرئيس وأنا بإذن الله لح أرجع عيدها مثل ما قلتها بأكتر من إزاعة فعلها الرئيس ميشيل عون رئيس ميشيل عون سيخرج من القصر أكبر بكثير مما دخل إليه وأقوى مما دخل أيضا وأقوى بكثير ما في رئيس جمهورية بتاريخ العالم دخل إلى القصر بكثلة نيابية وخرج من القصر بكثلة نيابية أكبر مش موجودة بكل الأماكن بالعالم بيخرج الرئيس أضعف مما دخل الرئيس الوحيد اللي خارج أقوى مما دخل هو الرئيس عون لأنه جايب للبنان مستقبل أفضل ظاهر بكثلة نيابية كبيرة ظاهر بشعب بحبه بعده أكتر بكثير مما دخل إلى القصر عنده تاريخ سيكتب عنه أهم بكثير من اللي عيشوا بعد الفترة يعني في كتير نيس بعد عشر سنين وعشرين سنين لح تكون عم تحضر حالة كيف وقفت بالشارع أهانت أعظم رجل مرأة على هذا البلد لأنه قدر أدم لهذا البلد اللي ما قدر أدمه كثير من الرجال هي لح تقعد تحضر حالة وتلعن نفسها لأنه غلطت هذه الغلطة بيوم الأيام